عشية الذكرى الرابعة لرحيل واحد من أهم رموز الحركة الوطنية وثورة التحرير المجاهد حسين أيتحمد خاصة فضاء منتدى المجاهد ندوة نعد خلالها إلى المسار النضالي للرجل بحضور شخصيات وطنية ممن عرفوها كل حياته بدون استثناء كانت مكرسة للعلم والجزائر كيف؟ حينما التحق بالجبل في ماء 45 أقسم أنه يكرس حياته لاستقلال الندوة استحضرت شخصية حسين أيتحمد الإنسان والرجل المثقف صاحب المبادئ المنفتح على الثقافات مع تمسكه بالثقافة والهوية الجزائرية بكل أبعادها نضل في سبيل الجزائر المستقلة وواصل النضال بعد الاستقلال مؤمنا بجزائر الحرية والديمقراطية حسين أيتحمد أولا ساهم في تحرير وطنه كغيره من الجزائريين ثم عمل بعد 62 ووقف حياته من أجل أن تنتصر الديمقراطية ومن دواعي الأسف أنه رحل أنه وفي قلبه حصرة وفي حلقه غصة لأنه لم يشاهد بنا الدولة الديمقراطية التي كان يحلون بها الندوة كانت فرصة للرجوع إلى مذكرات الراحل روح الاستقلال مذكرات مكافح التي سرد المجاهد من خلالها تفاصيل مسيرته النضالية بين سنتين 42 و52 أمسين